الرجل الذي لم يوقع هو العمل التوثيقي الذي أنتج كبرنامج وثائقي في 12 جزءاً وعرض خلال العام 2018 على قناة الميادين تم إصداره في كتاب ليكون جمهور معرض الكتاب بدورته الحادية والثلاثين على موعد مع هذا الكتاب التوثيقي ضمن الفعاليات المرافقة للمعرض من خلال ندوة حوارية بمشاركة الدكتورة بوثينا شعبان المستشرة السياسية والأعلامية في رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس إدارة شبكة الميادين الأعلامية غسام بن جدو المخلصون لسوريا الذين على الرغم من كل المغريات فإنهم رفضوا أن يكونوا أداة ضد وطنهم ولا أكتفي بذلك بل أقول بكل صراحة ووضوح أن بطل هذه الحرب هو قائد سوريا السيد الرئيس بشار الأسر وأضيف إلى ذلك أنه لو لا تقدم الجيش العربي السوري في كل مكان ذهب إليه واستطاع في نهاية المطاف أن يحقق ما يريد لما كان لنا نحن في الجيش الدبلوماسي أو في الجيش الأخرى أن نرفع رأسنا عاليا ونقول أننا انتصرنا هذه المشاريع الحقيقة كلها مشاريع ضرورية للبلاد أن نكتب تاريخنا بدقة أن نترجم تاريخنا إلى اللغات الأجنبية أن يعرفنا الآخرون بلغتنا وبوقائعنا لأن عدونا لا يعتمد فقط على شن الحروب ضدنا ولكنه يعتمد أيضا على شن الحروب الإعلامية وتشويه صورتنا أمام العالم برمته ونحن حان الوقت كعرب أن ننتبه إلى هذه النقطة وأن ننصف الشهداء والجرحة بأن نقدم نستكمل قصتهم وروايتهم بكتابة التاريخ الذي يليق بهم أنا الذي أتشرف بوجود في دمشق الشامخة والعزيزة والمنتصرة فيما يتعلق بالتوثيق أنا أود أن أقول لكم أن التوثيق لم يعد مجرد عمل تلفزيوني لملء فراغ أو لتعبئة هواء على الشاشة التوثيق بات جزءا للأمن القومي وجزءا للأمن التاريخي للأجيال المقبلة الكتاب الذي يوثق أربعين عاما من فترة زمنية سياسية مهمة جدا مرت بها سوريا وتناول فيها الكتاب جزئية المفاوضات السياسية بالأخص هو جزء من أعمال توثيقية تعمل عليها الدكتورة بوثينا شعبان لتوثق تاريخ سوريا سياسي ليكون وثيقة للأجيال القادمة ترجمة نانسي قنقر